النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى شهادة تثبت نبوته لكن حينما تأتي الشهادة من شخص مسيحي مصري لا يتهم في صدقه ولا في علمه هذه الشهادة تعد مأثرة عظيمة ينبغي أن نطلع عليها من هذا المفكر المسيحي المصري الذي أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة غير مسبوقة ما قصته ما أدلته هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يطول ويسعد به الإنسان لأنه بركة وأجر من الله سبحانه وتعالى والكتابات التي كتبت عن محمد صلى الله وسلم عليه كثيرة أكثر من أن تحصى وأن تحصر لكن مما يلفط الأنظار أن مفكرا مسيحيا مصريا كبيرا هو الدكتور نظمي لوقة كتب عدة كتب عن الإسلام كانت في غاية الإنصاف عن رسول الله صلى الله وسلم وعن الإسلام وعن صحابة الكبار كعمر بن العاص كتب نظم لوقة كتابين مهمين عن محمد صلى الله وسلم الأول محمد الرسالة والرسول والآخر كتاب محمد في حياته الخاصة عن زوجات الرسول صلى الله وسلم ومحمد في بيته الكتاب الذي نتحدث عنه كتاب محمد الرسالة والرسول هذا الكتاب قرر على طلبة وزارة التربية والتعليم في نهاية الخمسينيات ولكن احتاج عدد من مسيحي مصر على تقرير الكتاب لأن المؤلف مسيحي ويمدح في الإسلام وفي محمد صلى الله وسلم فدولة استجابة لهذه الضغوط ألغت تقرير الكتاب الكتاب الرجل له قصة يعني لعلنا نرجعه في نهاية الفيديو ما الأدلة التي تحدث عنها وقسم الكتاب إلى قسمين قسم الأول محمد الرسالة صلى الله وسلم عن الإسلام وعن عظمته وعن أنه دين ليس دين خرافة إنما دين العقل والعمل والعلم والتواضع إلى آخر هذه الشروح التي شرحها عن الإسلام ثم تحدث عن الرسول صلى الله وسلم وبدأ يتكلم عن أخلاقيات هذا الرجل ويأتي بأدلة تثبت نبوة محمد صلى الله وسلم كلنا نحفظها لكنه نظر إليها نظرة أخرى نظر إليها من خارج الإسلام أن هذا الكلام لا يصدر عن شخص يدعي النبوة بل هو نبي حق وصدق منها مثلا أنه قال أني النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته الرسالة والبعثة لو كان مباهيا مفتخرا دعيا لنزل يهتف ويهلل ويقول أنا نبي صرت نبيا يعني هذه إكرام من الله عز وجل ما بعده إكرام ولكنه لم يلتفت إلى أن هذا تكريم من الله عز وجل بل يلتفت إلى أنه تكليف وليس تشريفا أكثر منه تشريف فتسأل سيد الخديجة يعني لينام ويرتاح يقول لها مضى زمن النوم يا خديجة وبدأ يا أيها المدثر قم فأنذر فقام ثلاثة وعشرين عاما ما قعدا صلى الله عليه وسلم فقول يعني واحد في هذا المقام كان يفرح يبقى سعيد بقى نبي لا إنما نظر إلى التكاليف التي عليه وهذا ما قاله في نص آخر حينما قام الليل حتى تورمت قدمها وتفطرت قدمها تسأل سيد عيشة يعني أن تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا يعني إكرام الله لا يستدعي النوم والراحة بل يستدعي ويقتض من الإنسان العمل يقول أيضا من دلائل نبوته أنه لا يبالي بالناس لا يفرق معه الثبات عنده على دينه ومبدأه عمه الذي حماه ودافع عنه ويحميه من المشركين يساومه أو ينقل له مساومات أهل قريش عن الدعوة فيقول والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر ما تركته حتى إلا أن ينصر الله أهلك دونه ما تركته يعني يقول هذا الثبات على المبدأ دلال على أنه ليس دعيا يقول في حادث الطائف بعد وفاة خديجة وردلعنى وعمه أبي طالب وذهب وآذوه حتى دميت قدماه يقول فدعى دعى الرجل دعى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول الرجل لضم لوقه أن لفت نظره دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يقول لا هذه الجملة لا تصدر عن دعي لا هذا رجل لا يعني الأعداء ولا الخصوم ولا القريب ولا البعيد يعنيه فقط في كل هذا الكون الله يغضب عليه ربه يقول هذا نبي هذه نبوة وليست وليست إدعاء أو كذبا وساق أدلة أخرى نذكرها أيضا لكن الذي جعل هذا الرجل منصفا له قصة لعلنة نذكرها يعني منفردة إذا نظم لوقا هذا المفكر المسيحي المصري الذي كتب كتابا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعنوان محمد الرسالة والرسول ساق فيه أدلة غير مسبوقة تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة ومنها أن حين توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اليوم الشمس كسفت الشمس فقالوا إنه إنها كسفت إكراما وكرامة لهذا الطفل الذي مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا تكسفان ولا تخسفان لأحد نظم لوقا الكاتب المسيح المسيحي المصري يقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم دعيا يدعي النبوة لركب الموجة سمت وسكت وقال الحمد للناس تتحدث عن تقواي وورعي وعن أن هذه كرامة لابني ويصمت لا بل الأهم عنده الرسالة وتصحيح المعلومة أنهما آياتان من آيات الله وليس لها علاقة بأن إنسانا مات أو عاش يقول هذا الثبات على الحق وعدم المجاملة ولو لنفسي أبدا وأن الاعتراف أيضا بما يصدر عنه أحيانا من خطأ بشري خارج التشريع هذا دلال على أنه نبي لأن ما كان من النبوة التشريع يثبت عليه يقول أن هناك حدثتان مهمتان في ذلك الحديث الأولى حينما مر على قوم يلقحون النخل فقال تركوه يعني بلا تلقيح فتركوه فأصبح شي صنباز فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم أنا لا أعرف في الدنيا في مسألة النخيل يقول هذا الاعتراف بهذا الاعتراف دلالة على أنه نبي لأنه يتحدث في شأن دنيوي أخطأ فيه اعترب بالخطأ فما كان من النبوة هو نبوة يقول أيضا من النماذج الأخرى المهمة أنه قال صلى الله عليه وسلم عن قضائه بين الناس وبيقضي كبشر كقاضي لا يحتاج إلى أدلة فقل إنما أنا بشر وأقضي ما يقضي البشر ولعل بعضكم ألحن في الحجة عن بعض فمن اقتطعت له شيئا من أخيه فإنما اقتطع له شيئا من النار نظم لوقة يقول هذا النص لا يخرج إلا من نبي وليس مدعيا للنبوة إلى أدلة أخرى كثيرة أدعو المشاهدين الكرام إلى قراءة هذا الكتاب المهم ومجب بديف على نت يحملوه كتاب في غاية الأهمية والعظمة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم للكاتب المصري الدكتور نظم لوقة بعنوان محمد الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم نص الله عز وجل أن ينفحنا بشفاعته ووركاته ورحمته اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته